اشتركوا في القناة ان هذا كان فحو مكالمة هاتفية اجراها الاربعاء مع الرئيس الفلسطيني ياسا عرفات وردا على سؤال من الجزيرة عما اذا كانت هناك اي مؤشرات ايجابية من سوريا لمناشدته بتطبيع العلاقات بين واشنطن ودمشق واستئناف محاجفات السلام مع اسرائيل قال كلنطن بانه يتردد في التحدث في هذا الموضوع اذ قد تستغل اطراف ما يقوله ضد ما وصفه بقوى الانفتاح والاصلاح في ايران لكنه استطرت بقوله I hope that they will be able to pursue their religious convictions and their personal dreams in an atmosphere of greater freedom that still allows them to be deeply loyal to their nation وأعتقد أن الناس الإرانيين يحبون بشكل مدرسي ومعاقون بها ومعاقون بشكل مدرسي ومعاقون بشكل مدرسي وأنت أتمنى أن يجدوا طريق مدرسي كل هذا وأعتقد أنهم ستفعل وتطرق الرئيس بيل كلينتون في مؤتمره الصحفي إلى وفاة جون أف كيندي وزوجته وأختها وقدم التعازي لأسرهم إلى جانب الشرق الأوسط المشكلة بين الصين وتايوان هي قضية الساعة في واشنطن فأكد الرئيس كلينتون أن الولايات المتحدة تفضل سياسة الصين الواحدة وإجراء الحوار بين الطرفين وكشف النقاب عن إرسال مبعوثين أمريكيين إلى الدولتين لإضاح وجهة النظر الأمريكية محذرا بأن أي محاولة لإيجاد حل عسكري للمشكلة سيثير قلقا كبيرا في واشنطن من البيت الأبيض طلال حاج الجزيرة واشنطن ترجمة نانسي قنقر